الفرق بين شخصية أبو دعيج و شخصية خالد الخطوان شخصية أبو دعيج الطبيعية يحب أهله ممكن يضحي بكل شيء علشان أمه و خواته و أخوانه و أهله بشكل عام شخصية خالد الخطوان يكره أمه و يكره أخوانه و يكره كل شيء يعني جايب ينتقم منهم يعني باختصار شخصية أبو دعيج مختلفة تماما عن شخصية خالد الخطوان أول مرة ألعب دور شرير لا أنا عملت أدوار كثيرة ودائما أخذ فيها دور الشر مثل مسلسل بنات الملاكمة الجزء الأول كنت الشرير على عائلتي على زوجتي الأستاذة زارة البلوشي وفي الجزء الثاني كانت الأستاذة هند محمد فالشر ذا أكثر الأحيان معي في المسلسلات برأيي ليش ما أعرف حقيقة متري ممكن وجهي شوي فيه حدية شوي يعطي إحاء إلى الخبث متري I don't know المشهد اللي أوجعني حقيقة المشهد لما كنت مع الفنانة جود السفياني طبعا بنتي في المسلسل زينة لما ضربتها ومديت يدي عليها وسحبتها من المطبخ إلى غرفتها لأني حقيقي وما أدري كيف أقول لكن حقيقي مشهد أعلمني وهي ما شاء الله عليها الفنانة يعني كانت تعطي وتجاوب وهذا اللي أعلمني حقيقة الشخصية اللي أحسها قريبة لي في مسلسل ميراث صراحة أنا ما عندي تفرقة بين الممثلين والممثلات كلهم قراب مني كلهم أحبهم كلهم أصدقائي وأخواني وحقيقي كلهم تاج على الرأس ممكن اللي أكون معه دائما باستمرار الفنانة جود السفياني كونها قريبة مني حيل يعني في حتى ممكن لو تلاحظين بالفندق جنب بعض يعني والفنان عمران العمران يعني ما ودي أسمي بأسماء لكن أنا أقول لك كل الفنانين الميراث أنا بيني وبينهم علاقة مميزة وأحبهم الشخصية اللي ممكن أغيرها في مسلسل ميراث بشخصية خالد يعني لو صار الموضوع بيدي أنا وبكيفي أغير الكره اللي يعني اللي شايله بقلبي على أمي وأخوي ما أنا عارف ليش أي أحيان لما أطلع برة تبقى معي ماسكة شخصية خالد الخطوان حتى ممكن نكون في بيتي ومرة تجيني تعليق من أخواني من خواتي من اللي حولي يقريبين لما أرد عليهم برد يقولوا يا أبوي خلاص اطلع من شخصية خالد الخطوان خلاص الشخصية إيش ضافت لي شخصية خالد الخطوان طبعا مش شخصية خالد الخطوان بكل أمانة خلنتكلم على الملأ وخليكم لهم يشوفون مسلسل ميراث ضاف لي إضافات غير متوقعة حقيقي عرفني على الناس شهرني أكثر مهما تكلمت عن مسلسل ميراث من إدارة إلى آخر واحد من الأستاذة فاطمة إلى هارون كلهم أنا أحبهم كلهم إضافة جميلة لي كلهم أحترمهم أضاف لي الكثير والكثير والكثير رسالة أحب أوصلها للجمهور الله لا يحرمني منكم أنا جدا فخور فيكم والله أني أحبكم في ذمتي أني أشككم عشقي تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر